بس هو المباراة المجمل فيها كم أو بعض اللقطات أو الأمور الإيجابية الممكن نتكلم عن ده شوية أولاً إحنا قلنا الترحاب اللي كان قبل حتى ذهاب يعني الأهلي هناك والبعثة أن هي توصل الاحتفال اللي كان موجود الناس هناك كانت الستيكرز اللي بتتعلق والبانرز والحاجات اللي زي كده تحسن هي مش بس علشان المطش بتاع الاحتفال خلينا نقول أو البداية بس لديك كمان البداية بتاعتك مع النادي الأهلي كلمنا في أبعاد الموضوع ده بشكل كبير جداً وشوفتنا التصريحات من الجانب يعني التنزاني وقلنا قد إيه الناس كانت متشوقة وقلنا رغم أن أنت يعني جماهير سنبا بيشجعوا طبعاً الفريق بتاعهم لكن لما النادي الأهلي بيروح شوف قد إيه الناس بتحتفل مع اللعيبة وبتصوروا معهم وبيحبوهم ده في حد ذاته يا كريم نجاح كبير جداً وإسم النادي الأهلي بيأكد لك قد إيه حتى لو أنت المنافس ناس عارفة إمتك بشكل كبير جداً على الصعيدة التاني بقى اللقطة اللي عجبتني جداً وش عجبتني أنا الواحدة بصراحة عجبتنا كلنا هو فكرة تانا بعد المباراة لو عدم احتفال أصلاً اللاعبين بأي حاجة حتى بالهدفين وكان فيه طبعاً شوفنا لقطات لرف علامة النصر تضامناً أكيد مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومش بس كده قرار كمان ارتداء الأهلي لزي الأسود زي ما تابعنا وتوزيع علام فلسطين على الجماهير الموجودة كانت رسائل كلها مهمة جداً ومتوقعة من النادي الأهلي والعيبة النادي الأهلي أننا كلنا عارفين في الأول وفي الآخر أهمية الرياضة والفنقة قوة هنا بتتكلم نعمة في توصيل الرسائل والصوت ضد كل الأفعال وحسب مياه هنا الإجرامية وهي لا توصف بأقل من ذلك اللي بتحصل مع أهلنا طبعاً في غازة بجانب طبعاً برضو للنادي الأهلي أنت بتتكلم لعضاء بتاعته قد إيه هي متكتفة وقد إيه كان فيه برضو تضامن كبير جداً في كافة الفروع لو أنتوا حضرتكم أكيد تابعتوا عندك في الجزيرة وفي الشيخ زي مدينة ناصر في التجامع الخامس عشان كمان الحملات الموجودة للتبرع بالدم اللي صالح أخواتنا في فلسطين الواحد مش عايز يخش في تفاصيل قوي في الملف ده نتكلمنا هنتكلم كتير قوي لأن كلام حيبقى طالع من القلب وكلام اللي طالع من القلب محدش عارف يوقفك فيه فإحنا بس هنكتفي أن احنا نقول شيئك المتوقع ومحترم من لعبة النادي الأهلي ومن النادي الأهلي أن احنا نشوف يعني تضامن بهذا الشكل أو نشوف إحساس بهذا أو بهذه الصورة لكن طبعاً الموضوع كبير جداً ونتمنى يا رب قريباً السلامة لأهلنا هناك لأن الملف ده وإن كان البعض بيشوف يا كريم أنه هو يعني مستمر اليوم القيامة مستمر مدى الحياة معانا للأسف الشديد لكن الواحد قلبه واجعه على مشاهد كثيرة جداً 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 شافها فربنا يا رب بقى يرحمنا من كل الأحداث دي قريب بإذن الله